بينما تتواصل المواجهات والغارات التي ينفذها التحالف الذي تقوده الرياض في عدة مناطق من جنوب اليمن اعتبر وزير الخارجية في حكومة الرئيس هادي رياض ياسين على المشاورات الجارية في العاصمة العمانية مسقط تسعى من خلالها الأمم المتحدة إلى توافق على العودة للحوار السياسي افادت تقارير ميدانية قريبة من القوات التابعة للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي انها سيطرت على مدينة زنجبار عاصمة لمحافظة ابيان بعد معارك عنيفة مع قوات من الجيش وانصر الله وتعد زنجبار المطلة على بحر العرب رابعة مدينة تسيطر عليها القوات الموالية لهادي وذكر تقارير صحفي ان تعزيزات واليات عسكرية وصلت لعدة مناطق في المحافظة مشيرة إلى تعرض عدة مواقع في ابيان لقصف عنيف من سفن وطيران التحارف الذي تقوده السعودية كما افادت انباء متضاربة بان القوات الموالية لهادي سيطرت ايضا على معسكر للجيش في الضالع بعد تقدمها في محافظة تعز وذلك وفق تصريحات مسؤولين عسكريين مواليين للرئيس هادي فيما ذكر التقارير الاخرى ان المواجهات لا تزالوا متواصلة في عدة مناطق بالمدينة في غضون ذلك شن طيران التحالف عدة غارات على مواقع في صعد شمالا طالت مديرية كتاف على الحدود مع السعودية كما استهدفت مناطق بمحافظة اب ما اسفر عن مقتل واصابة العشرة وفي المقابل نقلت وكلة الانباء اليمني عن مصدر عسكري قوله ان 70 مسلح من القاعدة والمقاتلين الموالين لحكومة هادي قتلوا واصيب العشرات بينهم جنود اماراتيون في عملية الجيش اليمني واللجان الشعبية في طريق العالم ابيان ويأتي هذا فيما قتل واصيب العشرة من الطرفين المتنازعين في معارك عنيفة شهدتها عدة جابهات في محافظة تعز من جانب اخر امرت وزارة الداخلية في صنعاء برفع درجات الاستعداد الامني والقتالي في العاصمة في ظل التطورات الراهنة يأتي ذلك فيما اعلن الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع عسكرية سعودية في محافظة نجران بسبعة صواريخ جراد انسانيا قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مويرر ان اللجنة بصد توسيع عملها في اليمن بالتنسيق مع كافة الاطراف لتقديم المساعدة الانسانية للمتضررين من النزاع واكد مويرر في مؤتمر صحفي بصنعاء على ضرورة ان تعي كل الاطراف الدولية ان الحصارة خلف اوضاع كارثية مشددا على ضرورة التسريع بالسماح للمواد الاغاثية والطبية بالدخول اليمن كما دعا المجتمع الدولي والمانحين لتقديم مزيد من المساعدات لتسريع جهود الاغاثة والسعي لوقف الحرب في اليمن